يفهم ست نوف هذا صح التعبير لكل من يعتبر هذا الشهر شهر الالتحام وهذه الليلة التي تكون فيها كل الدعوات مقبولة نتمنى أن تكون ليلة يكون فيها نور إيمان التونسين لكل اليوم ساطعهم نصبح على فريق اليوم وقلهم إن شاء الله ليلة 27 تكون ليلة تحقيق الأماني وليلة النور ليستع فيكم السفاتح الموردي صباح الفل والياسمين أهلا مراد صباح الفل صباح الياسمين للأصدقاء بطبيعة الحال نخليك تقدمهم للسيد المستمعين والمشاهدين قلت لك ليلة القدر خير من ألف شهر معناها بطبيعة الحال إن شاء الله الأبواب مفتوحة ليلة القدر هي ليلة الشرف هي الليلة اللي ربما كل الأماني والأحلام ممكن أنها تتحقق تبقى الحال هو شهر كله شهر تعدى فيه ساعة مراد تعرف مولا تعدى فيه ساعة معناه حسن يعرف ماذا معناها ليلة القدر وماذا معناها ألف خير من ألف شهر وتحية للسيد المستمعين صباح الفل حسن العيدي مرحبا بك يا سيدي هات في هات هي الليلة كيف شن قلوها؟ كما قال ليلة خير من ألف ليلة وليلة خير من ألف شهر صباح الفل ولياسمين طواماش حسن والشيخ حسن هات ولد شيخ حسن صباح الفل ولياسمين صباح الفل المستمعي ومشاهدي يفهم على كل المحامل إن شاء الله ليلة عرفتها سعيدة ومفرورة وفايل فرج ليلة هذه الليلة ما نقوله نحن بالدرجة تنسية يتحلق كبواب العرش دعاء مستجاب والأماني والأهم من هذا الكل هي روحانيتها في الأساس كونه هي الليلة التي في الكلور متاعنا إنه ليس الملك الأرواح التي تنزل الأرض بل هو ظل الله إنه الله ينشر ظله على كامل الأرض ويكون قريب لعبته روحانيتها جاي من إنها الليلة التي يقترب فيها الله كثيرا أكثر من الاقتراب ولينا من حبل الوريد للإنسان الاستماع ليه والاستجابة ليه فادعوا للفرج لتونس بالأساس وأهم الدعوات طبعا هي الدعوات بالصحة وتلك الدعوة هي أهم دعوة وأكثرها كيفاش نقوله أجرا إن شاء الله سي حازم صباح الفل حازم كسوري معانا اليوم صباح الخير أنيق دائما شكرا على الكلمات الجميلة صباح الخير للمستمعين صباح الخير لكل زمراء في إن شاء الله توعاك مستجاب يا سيح حازم إن شاء الله ليلة ليلة أمل ليلة رسم عالم منطقة عربية خالية من النزاعات والقتال في العالم لكي يعم السلام وتنزل الطمأنينة والسكينة ما تنسيوش بربي أنا نقرأ اليوم في جريدة المغرب زكاة الفطر ما تنسيوش ديوين الإفتاء كان قال قديش لا بشوية 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 قديش زكاة الفطر لأوليد حازم 1700-1800 حسين 2000 للفرد 1000 1450 يا جميع لا 2000 لا مقدار الفطر لرمضان استنى 2015 2000 يا مراد كيفاش عدمال هذا يقديمة 1450 وخرجها ما لنطلب رجالي ولكي شنا خرشها الفئة يجب المبلغ بالضبط مبلغ قد 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 والمبلغ لأخر والمبلغ الأكبر وحنا تعلمنا البارح كنا في جلسة مسامرة وفعا برنامجو في شكل مسامرة دينية يعني في دونك 2.5% إذا كان عندك مبلغ بقية ما مسيتوش تعرفوك قديش المبلغ هذا ولا كاكا عادة في الزكاة عرفته وحكام الزكاة روفق حكام المبحث لا لا ما تكا دي والإفتاة خرج المبلغ تعرف قديش ما عرفت إزكاة المال ولا أعرفته أكثر من 10.000 دينار عندها حول ما تمسيتش قديش 10.000 دينار 2.5 قديش أنت تقول 14.700 دينار إذا كان عندك 14.700 دينار ما تمسوش 14.000 دينار 14.000 دينار أنت تزيد جيهن إن شاء الله ليل 27 مباركة وإن شاء الله تعطينا أخبار بي نورمال ما نفوت رفيك لا بس ما عني شكاليات كبيرة لا بس 17.000 دقيقة مرحبا بي في متنان حتى للتسعة بش نحكي وبعد شوية على الكورة وتصريحاتنا بالمعلول بعد غسرت الترجمة في بيجة وكلامه اللي تقال في جمعة اللي فاتت بعد مقابل تستات تونيزيا وبش اليوم موضوعنا بش يكون علي شو نحويل المعارضة النهضة اللي خرج تبليغ التيار اللي قاعد يحذر في المؤتمر متاع وإفق تونس بيرموسي تكلمت بحدها الأيامات هذية بش نحكي كذلك في الساعة الثانية على وزير الاقتصاد اللي تفائلوا في مسألة القرض متاع البنك الدولي وبش نحكي لكم يا جماعة شقول صندوق النقد البنك الدولي القرض للصندوق النقد دولي وبش نحكي على موضوع عمانتي بش تكون خرجت يا ياسي فتحي بش نحكي على إعلان مهم جدا يا حازم مدينة نويورك أعلنت أني بش تحط مسؤولة للقضاء على شنو للقضاء على الجريبع الجريبع بالمعنى الصحيح للكلمة قبل هذية GAT Assurance GAT Assurance partenaire de votre sécurité routière مدت ميت يوم GAT Assurance الدل الحور فيم تحالي معموش des accidents فوتيف مدت خمس سنين موت تاليا وتهدي لهم كار كاربوران total énergie قيمة خمس ميت دينار أقعدوا معنا بدأتنا من السيعة الثمين أو خمس دقائق عشترات هك مش تعرفوا هل أنكم انتو مزيدة إذا كنكم حورة GAT Assurance من الفائزين GAT Assurance partenaire de votre sécurité routière يلا فتحي نبدأ معاك بالخبر لوليني نحن بوم نحن بارنمج رياضي لكن خلي نقول أنه البيرح تجلب لانتباه مش كل يوم الترجي رياضي في بطول تونس في مراحلة البليوف يخسر ذو بيجا بيجا بعدما غلبت النادي الفريقي في الكيس غلب الترجي في البطول تستحق كليمة فتحي ممكن الفريق هذي اللي هو زاده في ظرفية مش سهلة تمكن من تحقيق نتائج ممتازة وصول الفينال ومرتبة متميزة في البليوف للي ما هوش يتبع البطولة وبرشة انساء ورجال وانساء سيرتوا يسمعونا هالحكاية متاع الولمبي بيجي كيفش وصلوا للنتاج هذي الولمبي بيجي السناء والله معزة الولمبي بيجي سلف ولعب معه الولمبي بيجي معزة لانه مش وصل البلايوف ساعد اشه معناها الملاعبية البهين متاعه لكل جماعيات الكبيرة شراء وهون في المركات يبيع النادي سفاقسي شرازوز ملاعبية من سي اساس المحجوب وشكون الملاعب الاخر مهاجم الولمبي بيجي معناها يكون الملاعبية المدرب متاعه وزيد المدرب مش الليبي خاطر عنده كونتر مآب بيجي الحال المدرب مش الليبي لانه بعد ما عمل معزة ايضا عمل تقريب 6 انتسارات متتالية حتى فريق ما ملارا للترج الى الافريقي لحت حد اذا بيجا بيجا سكر بيجا المخارق بيجا في رمضان في رمضان بيجا كانت معناها وفية لعاداتها وتقاليدها البيجية ولكن السؤال وبيجا ما تفاجئناش اليوم اتنسيون ربح الترجي البرح مش هلعب مع الترجي في نهاية البرح بطولة برح بطولة لكن اللي اللي فعلا الحدث هو انه تصريح نبيل معلول هاتوا انا رجعولو البرح صارش كيل صغير عشين ثانية الفار على بونتو متاع بيجا يبدو انه استعملوا الفار ولا مستعملوش الفار استعملوا الفار في الاخير واقر وشرعية الهدف الثاني الهدف الثاني جاء في اخر المقابلة مغير حد شاي لانه لنبيل بيجي كان فيس الحمد لله مش الهدف الوحيد في المقابلة وربما نسموا احتجاجات الولاد بعد شوية مش هكيو على نبيل معلول فمشكون يتفعل على حكاية بيجا سوكسي ستوري خاطر بيجا بامكانيات بعيدة جدا على الرباعي الكبير ذاكا معنا الاسبرانس والكلوب والإتوال اول مرة من مدة طويلة اللي راو الفاريق اللي كميم كان عام تلاتة سينتان يلعب في الدرجة الثالفة راو بيجا كان يمنع كل عام يمنع بسيط من السقوط بيجا سوكسي ستوري تفرح بيجا والاربع الكبار بيج فور بيج فور قبل ما تهيمن على المشهد معناها الكروي كانت تونس الكرة في تونس كانت تتفرش كانت تشيخ بالمنطقة الكرة تشيخ تشيخ اللعب تشيخ بونتواتي تشيخ تكتيك تشيخ جرين وفهمة تشويق وفهمة تشويق ومعنا تعرفش بعد فهمة نوعا من انه الفلوس حكمت الجمعيات الكبيرة هي جمعيات الكبيرة بي ما لديها من موارد مالي تدري الجيين وصار الفرس اليوم فهمة محاولات جديدة سواء من باجا من استاد من غيره ثم كيبات طلعت ثم سليمان ثم مرجيش فهمة عدد جمعيات صغيرة منطقة التمويلات دت تبرز لانه نوعا للعب العقليات تغيرت البيك فور تنحات معاش الهيمنة بتاعهم الافريقي عندها مشاكل لتوال عندها مشاكل التراجي تهيمن لهنا ولو رو على مستوى الالقاب في البالماريس دي ما في البيك فور حتى حد ما هذا كالتاريخ هذا كالتاريخ بيقبت لغزولي تاوك تجي تحكي مثلا في الانجليتير منشستر سيتي وقتاش تلعت هاي و تشيلسي في تسعينات وقت حطت الفلوس لشكل الكورة هو الفلوس باجا تجي تكسر القاعدة هذي معنا عندك كما صار في الستي مع السيسما لستر سيتي في انجليتير وقتا جمعي استثناء كانت استثناء جي عندك جمعيات تخلق لك موسم استثناء وتراكم الجميل تاوه انو الراكموا على هذا انو كل عام يكون عندك زوز كيبات لثة كيبات تخلق استثناء تجيك من اللوت غير هاكا حكاية الفهر وظهر الكورة فاها ربح وخسار كتربح الحكم معاك بذي كول الحكم جوز من اللعبة ولو يحسبوا يحسبوا على العموم ولو أنوا فما بعض مقالش الحكم قلب طرح ثلاثين ثانية حازم شعكوا على نبي الماليون بيجي ترجعنا للزمن الجميل لثمانية وسبعين اللعبة على المريول اللي ممكن يعني أنديا يعني ما عنديش إمكانيات مالية الأنديا ما عنديش إمكانيات مالية لكن عندها إرادة فعلية بيشتربح الماليون ونتنتصر وهذه رسالة للجمعيات يعني في تونس العميق اللي الانتصار ممكن والرجوع لأنديت الشمال لأنه تقريب أولمبيك الكيف للأسف نهار الأولمبيل بيجي يتعدى بفترة صعبة جندوبة بعد نادي نزر الأولمبيل بيجي رو ما أسقطش طوال ثلاثة سنوات موجود الأولمبيل بيجي مسمي عليه سينوردين تابوبي هو حامل أولمبيل بيجي لا لا نحكي لأن التاريخ محكاية لا لألآن مسمي عليه لأنه هو من الجهة وباجة تعز عليه برشا وهو من حق وراه من حق معناها كما كل إنسان مسمي عليه والأولمبيل بيجي لحقيقة معناها يستحق ما باتش كورنوردين تابوبي نوضح وسنو باي اللي أثر الانتباه كان بتاع الفار البارح لابونت ويبدو فمش كون يقول مش صحيح الهدف معناها كان غير شرعي لأنه تقريبا هي مسألة مليمترات لكن اللي أثر الانتباه أنه بعد مباراة الدور النصف النهائي اللي تلعبت في وسط الأسبوع اللي فات نبيل معلول بعد انتسار التراجع الملعب التونسي قال تسريح قعد الحق في بال النسل كل خصوصا جمهور أستاذ قال نبيل معلول صديقنا نبيل معلول قال احنا والله يربحنا لمحال مباراة صعيبة ثلاث أثنين وكل هما رأوها محاجرة والانتسار هذي عدوا معنى آخر لأنه أنا أغلب أنه ملعبيتي كانوا صايمين في حين ملعبيت الملعب التونسي كانوا فاترين قلت أنت تكلمت في بلاتو عند أيمن زروق قلت له يا نبيل شد حدودك هذية زيدة منك ما زلت على نفس الموقف اليوم بعد لأنه وقت التصريح صاحبنا نبيل تذكرني وإحنا صغار كانت تذكر وإحنا صغار نقول ساوى لفا هكا كنا نلعب مع بعضنا نقول ساوى لفا أنت نبيل معلول يظل يفوت على نفس إمكانية أنه يتحدث على انتصار فاتحي فاتحي يخذ معي برابي خلي نعود ونسمعه لأنه بش ني ستيفن لس بيرانس وقت همزل كير بحث الملعب تونسي ستات تونسي تلات ثنين كلم نبيل معلول جولات أكل نسعين ملي نحن عكس معلها لما صحيح عكس ملي ستات ستات بحبت نحط فقط لامور في تار بش المس تعرف وكأنه نبيل معلول كما قدنتي فتار هذا وهي مو لم يموش معناها أنه ملاعب تستاذ مش صايمي يظل نبيل صايم التصريح متا متا واحد صايم محشش ولا صايم بمعنى محشش نبيل الفرح متاعو وخلتو يتجاوز الحدود الحقيقة معناها قلتك ذكرني وإحنا اللعب منتاع وليدات صغيرة نقول وإحنا في الحومة نلعب ضد بعضنا ويربحونا نقول أنتم مفاترين وإحنا صايمين والملعب التونسي وما أدراك عيب عيب وقت اللي تتحكي على أنت صار حكي على إنجاز متاع فريقك ما تمشيش للغير وربما يتنسب له حاجة صوار صحيحة ولا غالطة منين ليك أنت هو أذك هو وما لا وربما نبيل في تصريح وذاية خليني نقول أنه نبيل تعب في آخر وليدرب الترجي يتعب برشرة لأنه نبيل حملات كبيرة ضده ومعاه زادة عنده عنده مقابلة لولمبي باجي يعرف صحيبة برشة لأنه ما يقلقش مقابلة لولمبي باجي لأنه مزيل لحدش نجا ولا مراد وهزيم همام الولمبي باجي متنقص عد شي ولكن المشكلة أنه جاء تقبل مقابلة شمبيون ستيك جاء تقبل مقابلة بلوي سديد جاء تقبل مقابلة نهار الجمعة اللي هي الهدف الأول والأخير متاع الترجي في البطولة هي بتبقى الحال كاس أفريق عالقل وصول نهائي مع التذكير نبيل معلول بدي على مسألة المباراة في تونس تلعب ماضي ساعة ونص مش في الليل بعد شقع الفتر وفي هذا نجم وعنده الحق حسين المتابعة تصريح كيف من هذا ونبيل معلول عنده شوية سوابق شكرا برشا دعاء سفر في الصفحة الرسمية بتاع الجامعة في الطيارة وعمل حاجات ضغزولي من بعد ندم عليها شوية شوف نفس نفسك العائلة الذهنية ذيك كونو نحن المؤمنين ماشيين مش نحارب والآخرين في الكورة في كل شي تعاودت في الكورة رو اللي حب يقوله بشكل واضح نحن نحن انتصرنا انتصار دوبل خاطرنا والله تشبثنا بالصيام وممتون عرفت ربحنام هما الفطري الكوغة مش بتاع صغار متاع عقل هذك تفكيرو هذك الموندو اللي عايش فيه هذك اللي حب يبين انتصار دوبل ديم يحب يبين العظمة متاعو اثنين فيما يتعلق بالصيام والافطار في الكورة رويا عبادي يا ربي اللي يكور في ماضي ساعة متاع النهار في صيف قرى في سخان حصة افتاء ولكن فقهيا هناك عذر تكوير وبذل مجهود عضلي وجسدي المدة ساعة ونص في سخانة من غير ماء روي نجم يقدي لما ده ضعفات صحي ماك تتكور في الليل مرتاح تتكور تحت الشمس برا انتي اليوم تتحركوا المرشيات ويحضروا في السبع وعشرين والعيد شوفوا حاولوا تخرجوا توا وحدكم ماك تجري ماك تش في مستوى حالي هاك تمشي جرب المشي لمدة نص ساعة متواصلة تتعرش معناها انك تعمل كورة بساعة ونص فهذا مش نخلينا نساها نساكرك الملف متاع الجميع مع العلم انه كل واحد حر لي انه توافق فما فقه القضاء وترجيمية فما الدكترين واللي تسمى الدكترين بتاع بن زماء اللي ورا انه معناها ممتاز مردود وممتاز جدا في نظان مع التذكير انه يلعب بعد شقه الفتر يعني المباراة الليلية مع ريال مدريد يسجل فيها اهداف عديدة جدا واثنية اللي مراد بن زم يلعب في اسباني اسباني كلمة بتاح كلمة تونس شمس هكي شمس تونس راي معناها كي تسخن عندهم في الصيف لكن الشقه الفتر اطول اطول يا مراد شقه الفتر اطول الراجل بده شبه ارتوى نوع من ارتوى صار غيره كلمة اخف انت الهني تجيب تونس في ماذي ساعتين تحب ويجي ساعة ونص في تحت شمس علش هو حر هو حر هو حر اللي حب يلعب اللي حب يسوم اللي حب يفطر هو المدرب يمتعه هذه امور هذه امور معناها علش قلت لك نبيل ضي على روحه فرصة مش يحكي على انجاة فريقه وينسى العبيد الاخرين نبيل مالول وكأنه يلعب على المشاعر الدينية يعني توظيف الدين في الرياضة غير مقبول باعتبار اللي هذه مسائل شخصية ونحن في دولة مدنية تحترم معتقدات الناس اكثر من هذا حتى في الدين يعني هناك قاعدة فقهية اللي هي فقه الضرورة الضرورات تبيح المحظورات يعني ضرورة اللعب متع كرة القدم ثم اجرأت حتى في دين بش يعود الشخص اذا فتاني ما فهم حد شيء يثبك من العبيد استاد وقت يلا الأخبار واخرنا عنيك بدقيقة العنوين مع نيسا مكشيح مزلنا مبعضنا سبعة واربعة وثلاثين دقيقة مزلنا مبعضنا تنرجلوا بعد كل متين بركة على حكاية الكرة وعليش لما تشويت متاعنا ما تلعبوش وبعد شقان الفتر كيما قاعد يصير في عدة بلدان عربية أخرى لكن قبل هو بيدو ساعات سائم وساعات محشش وساعات متغشش وساعات يحب يردنا لكلنا غالطين وخارج استر ياسيدي نسمعه راجح زنجير في الزابينج أهلا شباب أصبحكم بالخير الناس الكل هذا الزابينج اللي تلقاوا فيه كل زلعات المباشر وبالطبع نحكيه وكان على زملائنا في إيافان البداية باش تكون مع بايا الزردي اللي عندها برنامج ليالي وستضافت فيه سيناريست اتذكرته بعد ما قدم روحه مجموعة متع سيناريست سيناريست ولا ساهمت لا لا سيناريست صح بالفكرة متع سيناريست اه عمر صحيح اه عمر صار عمر ذاك اما والله اطلع نفس مومنك عمر توتي عديها وكي انو ما صار شي هكا ولا عمر هل تحبت بوزي برانياتومي اليوم ولا كيف لا انا كنت حبيت بوزي لاني قلت لك ما دام مش بك ما رجعتش انتليميسيوم بتاعك خاطرين السيناريست نورمال موقع قبل ما نجيت تعرفني برو تعرفني انتي في الميكرو لولاني مش تقول لي اه طويت فكرت اه او كر جعل حتى في قلبه والله يكن تحس بيها يا خونة احسبها كيف عامتك الكبيرة وعديها على خاطرين من المفروض مدام باية قبل ما تستدعاني تراجع دروسك اذاكش ليلي رجعت دروسي للي ما رجعتش ساعات كرميوي المعد تتسكون قلي عنده عنده ايه تش عامل سيناريو واحد انت نعم ليلي تعمل سيناريو واحد يموقع تلز ما تراجع دروسك مدام شدها في كواه ومش باشي عف بعيد على الأجواء المشحونة نحكيه شوية على الغشة في رمضان وشنومة الحيوانات اللي نلقاوهم في نقاط البيع اما هيا مش مقري بالكل اللحم الحمير اللحم الحمير اللحم الحمير او ما يعرف معناتها الأحمر ولا الشحش ولا البغل اللحم هذية متوفرة دع عرف نحنا في رمضان تكثر الاستهلكتها اللحم وناس تشهب والزوالي دي ما مشكلته في السوم وعنده الحق دنيا معناتها الزوالي والمش زوالي مشكلته في السوم تليل نحكيه ماذا معناتها اللي يخلي المواطنين سارك أكثر الحم السوم هاي ريبخة باركالة بالحم الحم انا بيدي قلت الغباء اللي نعيشو فيه توا مجاش من فاراغ اكيد راهو يوكلو فينا في حاجة في هالبلاد مهاش ولابد اي بالله يا الدكتور التي عملت مزيتك كمالها قلنا كيفاش نتعرف عليه الحبايب نحكي على البي مروجي حاجة اخر مروجي حاجة اخر صغير دي ما افتح الحمم ما افتح ما تفقش بي وابنين ويتعدى فتح وابنين ويتعدى الله الله صحة وفرحة يا دكتور مدامك عرفتو سيكون مدامك مجرب لوجيك نورمال مو احنا بهكا نكون نخلطنا الاخر الزابين نقولكم بداية اسبوع موافقة لنس الكل تشاو تشاو من 7 إلى 9 صباح يفهم سيت نوف مولاد الزغيدي على اي فان احلى غاديو شكرا ليك راجح زنجير لفاما شكايلة صديقتنا بايزاردي بلقى حل بتبدلي كيب ولا الضيف بتاعها ما يذول يغلتوا تفل السم ولا توضيح بركة مثالش عصباح مش نفسروا للناس الكلنا مغرومين بالحم دورلي رأوا فاما خلط ما بين الجحش والعجل ما واش الحم الجحش الحم العجل ذاك لفوق اللي الحم بتاعه البرشني الحم بتاعه بالحق اللون بتاعه جنرامل دا روز عادي شوية على الروز والحم بتاعه أطرق من الحم العلوش هكا وليه صحيح صحيح تحت رقابت لك انتي تعرف الأمور هذه هاي بيز الملاحظة أخيرة بخطر وعن صفحة سياسية مهمة اليوم وضوعنا بشيكون شنيح وين المعارضة في تونس بجميعي التياف فيها عليش نرجعوا للكورة ويبو برشا يتابعوا فينا ونحييوهم على اليوتيوب وعا الفيسبوك عدد كبير يتفرج معنا الصباح اليوم عليش لما تشوي تمتيه نا ما تلعبوش في الليل يسيدي ما نقولوش فستاديتلي ما فيهمش إضاءة بش ما نحطوا حتى 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 في حرج وقت ما تش تلعب في راتس ولا في سوس ولا في سفيقس عليش نلعبو مضي ساعة ونص شرتوطة والدنيا سخونة عليش ملعبوش التسعة ونص ولا العشرة ولا الحديش شي عاجبك فالتوانسة بس أنت قلت من بلدان العربية القلية الوحيدة بلد العربي الوحيد يلعب في النهار في رمضان وحيد معناها ليبيا ومعناها سمي الجاير مصر مصر كل 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 ناس كل تلعب في الليل بو بدل خليج بطبيعة يلعبو في الليل هذه النقطة الأول النقطة الثانية الفطارة متع أوروبا لكل يلعبو في الليل وحنا الصايمين نرجعنا لنبيلة وحنا الصايمين نلعبو في النهار في أوروبا مشكل خاطر انجليتير يلعبو زيدة بالعشية إيطاليا تلعب ساعة بالعشية قبل شقان فطر العشية متاحهم كلها مطر وكلها بنا نتفرج نعم الاشكال يضحك العرش مراد لأنو تخرج الجامعة تقول أنا ماذا يبين نلعب في الليل لكن رأوا لأسباب خارجة على إيراتي اللي هي أسباب أمنية يخرج متاع الأمن عند أي من زروق يقول احنا قادرين نأمنوا عشرة مقابلات يتلعبوا في الليل هاي يمهلا شنو المنع شكون منهم يقول موش قاعد يقول في الحقيقة ايتي يقول واحد منهم يكذب ما عربي واحد منهم موش قاعد يقول في الحقيقة الداخلية وما بين الجامعة كورتنا كالكورة بين الزكورة توايذك لهم حسير شوفوا المسألة بسبب لي أنا تم كشفها بتصريحات مسؤولين رياضيين خاصة وقت نحكيه على الماتش نرجع نبيل معلول الأستاذ والمكشفة دمي الفينال متاع دمي الفينال متاع الكو فما تصريحات المسؤولين الأستاذ أكدوا فهنو تم هما طلبوا اللعب في الليل وأنه هناك قبول من رفض هو الأمن قال أنا ما عندش تعداد للليل خلينا نسمع الكورة التونسية ماش قاعدة ماتشوية البطولة الكيس تحب عليهم هوش تلعب في الليل لي سبب بسيط الجانب الأمني رفض تأمين عنده أسباب يفسر هو كيفاش تناقش ما تناقش هاش تدخل في الأمن وكتفاصيل الكلام الكبير اليوم هذي لشكل وحيد كونه ما تجيكش المعلومة بيجيش لتحمل واحد تقولك أنا نرفض لأنه مثالي كذا كذا هانو كيخليها في المهموتة كل واحد اللوز لش كون يرميها داخليه لرفض كيف ما العادة الوزار داخليه هي اللي تحكم في كورة تونسية وهي اللي تقرر قرار أنه احنا فيها عربية ماناش قادرين مش عملو ماتش فيه عشرة ملاحظة أخيرة كأس نهائي الكأس فما إمكانية وأنه أخيرا بقرار سيادي حكومي رئاسي نخرج من هالفضيحة نحب نذكر وأنه العقد عند التلفزة الوطنية اللي هي رافضة بث المقابلات تعموسم 2022-2022 والله ما الرئيس يقول الشعب يريد الشعب يريد يتفرج في النهائي متاع كأس تونس كان نهائي كأس تونس يتعدى في قناة تجنبية قطرية قطرية ويعطيهم صحة وما قطرية اللي يجيت موجودة والله العظيم ما ما فهمش أنا كيفاش قابلين معناها مقابلياتنا بالرؤية ساعات يبدلوا التوقيت يبدلوا كده ويدفع في الفلوس يحتيهم الصحة أما نهائي كأس تونس مش في تلفزة تونسية هذي أكبر فضيحة لتونس مش لكورة التونس أكبر فضيحة لتونس حازم هذي وضعية قانونية صدقني انتبع في الكورة لها 30 سن الداعية عندي شوية معرفة بالحقوق متاع البث ووضعية عمري ماريت يعني قانات عندها الكنترات والترف المقابل قلها عدي عدي قابل أنك وقاعد قانات عمومية ترفض بث المباريات وحتى رمزية كأس تونس نهائي في نال كوب دو تونسي يعني ثم مشكلة يعني ثم مشكلة وضغط سياسية نحن حب نأكد نعرف الكواليس الرئيس قالوا به وديع الجريف في وقت من الأوقات حبينا نضغط عليه توا برا وسكرنا لدوسي يعني عندنا مشكلة يعني في التلفزة الوطنية اللي هي ما ترغبش بشكل فعلي في بث المقابلة وطنية عندها وعندها جمهورها وعندها ناسها تنتظر اليوم كما قال فتحي فهمتي قال لك الشعب يريد والشعب يريد ويريد المزيد اللي يعني بث يعني المباريات باعتبار هي داخلة في يعطينا الفينال يعطينا الفينال على الأقل داخلة في سياسة الدولة باعتبار إذا ثم قناة وطنية وهي وطنية ومالكة للعقد يعني الحكومة رئيسة الحكومة يلزم تكون عندها دور واضح ومسألة يعني محسومة بش يقع بث حسين تنجم يكون تدخل رئاسي بش تعدى الفينال على التفزل الوطنية بطل العجب ممكن نحكيه وعليش ما تعديش خاطر في طار صراع ما بين الجامعة والوزارة والسلطة فرد وقت عرفتها جات البطولة والكاس وغيره وهي اللي مشت اركح الصراع ما اركح الصراع على ظهري ولكن في التفاصيل التفاصيل منزل منزل فما حتى حديث من في المحيط حاول انه اسابيع ثلاث وبش يمشي سيد على وديع جريه منزل السراع قايم وطالما السراع قايم فانو شنية اكثر حاجة ناجم يتم استخدام ها للضغط على وديع الجريه هي المقابلة عدم بث المقابلة لانو تصليت نوع من الغش عندي عرفته وجعل هذا المسألة تحميلها للجامعة الجامعة باش نجزت او باش منعت روحها كونو مشات في تسهيلات في العقد مشات حتى انو عرفتها برة بث وبعد نحكي بتاع انو بيد وديع فهمها مع ذلك فهم انا وعمل الضغط لكثير اتقول انت يعرفت تلفزة وطنية ما وطنية شوف رو السياسة داخلة في خشاخش كل شي حتى في نشرة النشرة الجوية اللي 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 تفعل سياسة حسن في كلمة مراد عليش الجامعة وسط طلبة التلفزة تعدي مجانا بالضبط لا لا كل واحد شيطان وفي مكتوب شنو معناه كتعدي انت بداية انجاز العقد بداية تنفيذ العقد هو العقد موجود لا ما 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 تنفذش ما هايك ما تعدي حتى مجانا العدي مجانا اما هو شنو كتعدي مجانا هكي بدي تتنفذ في العقد اذا انت ملتزم مع التوضيح احنا نحب الفينال تتعدى طبعا اما عدي وحتى الاخر ما تعملوش كم مجبال الحمر فضيحة كنت قصوا على الفينال في دقيقة 84 وثمانين كم عملتوا المسلسل فضيحة اخر هذي كم الله العظيم عملنا الصبحية نحكي وعلى تلبز الوطنية ما تستحقش وانو نحكي وعليها بالطريقة بعد البرنامج حكي نحكي بعد شوي على السيسة وعلي حال المعارضة في تونس شال وي مرحب بيكم من جديد على متينال IFM 26 رمضان ليلة القدر نتمنى وها ليلة خلي نقول استثنائية للجميع وإن شاء دعواتكم مقبولة ما وحال المعارضة في تونس بش نحاول في بضعة دقائق نوضح وشنية الوضعية بالنسبة للأحزاب بالكل بلاي قوي من حركتنا ذات ونحكي عليه بعد شوية عابير موسي تعتبر وأنه منحة من اجتماع في أريانا يدل على أنه هذا النظام لا يقبل بالرأي الآخر إفاق تونس قايموا الوضع الاقتصادي نحكي بعد شوية والتيار حزب التيار اللي بشي نظم المؤتمر متاعه تقريبا بعد 11 يوم سيكون مؤتمر مهم تكلمه بلغة خلينا نقوله قوية وكلام نبي الحجي دار على الفيسبوك الأمين متاعه حتو نسمعه مقتطف من كلام نبي الحجي الأمين العام تحزب التيار رسالتي رفاقنا في المعتقل أنه ما تحسوش روحكم وحد قضيتكم قضيتنا محنتكم محنتنا وبيضي الله عن قريب فرحتكم بالحرية بشتون فرحتكم طبعا وجودكم في المعتقل هو رسالة لنا كل يحب يقول نقيس سعيد لحضور هذا ولي كل من يعارضه هاوش نجم يكون مصير راكم للكلكم مشاريع معتقلين متاء سمحوني في العبارة خرجتوا عن خزبة خرجتوا عن رغبة المستبد الشعوي الفاشل في وضع أي سياسة لشنة صالحة بني حسن العادي مؤتمر تيار مهم تيار حزب عنده كومامة رمزية مهمة التوينسا من ساوش أنه في 2019 موضو ثلاثة سنوات كان الحزب اللي حقق أهم نجاح انتخابي وتقريبا اضرب في ثمانية عدد نواب متاء وكان مر من ثلاثة نواب 22 نيب طبعا في 2019 تضرب عيد ولكن كذلك تيار عنده علاقة خاصة بقى يسعي لأنه نجمو زوز وجوه التاريخية مع السامي عبو ومحمد عبو كانوا من دعو الرئيس لتفعيل فصل 80 إذا فتننوا الوضعية اليوم خاصة لأنه الأمين العام السابق للتيار غازي شواشي مسجون منذ خمسين يوم وهو ممس برشة طبعا الحزب انقسم نوعا ما لأنه فمجوز من جمهور تعال ليمشاء مع رئيس قيسعي شو جمعين يصير في المؤتمر هذا المؤتمر جاء في سياقات داخلية أساسية بالمعنى الداخل تتعلق بالطيار الديمقراطي اللي هي كونه عنده قيادات الغازي أمين العام السابق غازي شواشي ومجثلة من القيادات من بين محمد الحمد استقالوا وانسحبوا من الحزب ليا سباب عرفتها لم يشحوها فلبان ولكن تضحط لاحقا من بينها مبادرة خيام التركي مثلا عملية الاستقالة خلت الطيار يمشي لمجلس وطني يعين بيئة من عام ويدعو المؤتمر المؤتمر سابق سابق لقافيات باش الناس متعمل زادك الخلط معندم الفانتاز ما ديك الطيار وتدعا وتفعيل فصل ثمانين ولكن الفصل ثمانين في اثنين وعشر ستمبر كي صار تفعيلة وعلان المرسوم الامر الرئيسي عدد مئة وسبعتاش العبو كذلك الثنائي عبو خرجه وقال كونه هذا نحير فمش هذا لقد ندعو لي دونك تماه عن الرئيس وداخله في سرع وذاك علاش الرئيس كانو يخرج عرفت نوعا ما يقدح فيهم وقت يحكي على عملية الفرز الناس اللي كانوا طمع في البلايس كان نوع من القدح والذن المباشر للضيار على اساس كانوا يحب يخرج الصور انهم هما كانوا ينتظروا تعيينهم او ينتظروا تقليفهم هما هذا اللي نحط ه على الجنب باعتبار انه المرحلة التي تمرت سابق اصباح الماضي الجديد هو الطبيعة من العام الجديد لنبي الحاجي وليما ترجح قد يكون يواصل في الامان العام في المؤتمر هذا الامناء العامين ديم يعطيه من صفاتهم او من طبيعهم لحزابهم لانه بلغال في تونس نحن لحزاب الامناء العامين الامن العام هاي من برش فننتظروا ان الحزب سيتغير بشمشي طيار 0.3 لانه عارنا طيار ما عابوا بعد طيار شاو 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 واليوم طيار نبيل حاجة في هذا الكل الطيار قاعد يحاول يخلق نوع من البديل او الخيار الثالث موش 25 موش 24 فاتحي فما اليوم مجال سياسي انك تكون في نفس الوقت كيف يحب يكون طيار ديمقراطي ضد النهفة وفي يعطي ثيقة لحزب خصوصا وانه راس المال بتاعتاره ومقاومة الفساد تقريبا رئيس الجمهورية سعيد برش معناها كما يقول الفرنساوي معناها بان زوزك راسي متعرش روح كوين نجام شكون معناها في الوضعية الحالية نجام شكون ضد النهضة وضد رئيس قيس صعيد والفونت كوميرس متاعك بين مقاومة الفساد اللي هو تقريبا السلاح رقم واحد رئيس الدولة اللي خلس شعبية متاعه كبيرة برشا عند المواطن العادي وانه رئيس نضيف قاعد يقاوم في الفساد بتباية الحال في وضعية مراجعات مرجعات كبيرة كان يحكي حسان على الخيار الثالث فما خيار اول كان ماشي في اتجاه معناها عبو ثم الخيار الثاني والان الخيار الثالث وضعية رأوا اليوم انا اتزائل مراد والهنا برمون السؤال الكبير محيرني برشا المعارضة في الوضعية متاع اليوم كي تبدأ موجودة معناها معناها نعتبر انه ظهر صحية ولكن موجودة بهالشكل في الوضعية هذه ناس في الحبوسات وناس موقوفة وناس كذا شنو تصرف المعارضة اليوم معناها الخطاب الوحيد اللي ممكن لجماعة الطيار وانه كما يحكي سير حاجة يحكي على معتقلين محاجس سجنة وقت اللي يحكي على معتقلين مشينا في اتجاه اخر ما عادش طوى نحكيه في سياسة سياسة نحكيه ربما في منهج اخر الطيار اليوم في وضعية صعبة جدا لانه الرمز من رموزها في السجن ولو كان استقال هو من قبل حبيث نفقط نوري الصورة البارح الاجتماع متع الطيار اللي 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 قاعدين نوري في لمو كمام معناها تقريبا عندو قاعدة الطيار وعندو قاعدة عندو شباب وعندو وعندو مصدقاء قبل ما نسمع حازم في المسلة هذي حكينا على الطيار قلنا المؤتمر متاعه لكن خالي نسمع كذلك عبير موسي اللي البارح في واحد من اللايف متاعها وقالت خليت كلام كاسح النظام اللي منحها يبدو من اقامة اجتماعها ونسمعها ثوب الوضع عجبها المتراك والجاز الكار ممنوع المواج ممنوع التريد ممنوع ما تجمش المسيرة ما تجمش تتحرك ما تجمش تعمل ندو تقلق الخالفة بالظالمية ونبعد تقول لك الشعب راضي هو كما خرج في الشرع خاتر هم تكذبوا عليكم وقالو لكم اللي تم عملتوا ثورة خاتر هم عاموا مسيرة ولا وقفة في أربعة الجاف استغلوا انو وقتها التوزة ما يعرفو شمع معنية مسيرة وشمع معنية وقفة ظهرت لهم مديك وقفة ضخمة ومديك كانت قارنها مسيرتنا تعصيقص ومسيرت خاصة جوال عمانيها ومعبالدو ثوة تتقامنا جيشين قدينها حزم الكسوري إقافات المعارضين اليوم خليت حزب كمتيار عنده طاقة يظهر يعني كحزب معارض مفتهد عابير موسي كذلك في دور مفتهد لأنه تم منحة من إقامة اجتماع في ريانا يبدو من طرف الضغوطات من يحكم في تونس على مستوى الحريات وزار داخليها مرئيس الجمهورية الحريات أكيد كل واحد كذلك يعني تكون أنت تخالف طرف سياسي في الحكم بطبيعة الحال تحب تبني وهم اللي أنت في وضع معارضة عندك مهرسل على مستوى الحريات وهذا غير صحيح باعتبار اليوم طوع عابير موسي ولا الطيار الحاجي عمل اجتماع يعني وتكلم المنطق اللي حب يحكيه المفيد احنا خلاصة القول أن حتى في حاجي وتصريحاته هو اركب لطمانك وبران عبي ويستغل الأزمة الحالية اللي ثم ضغوطات دولية على تونس باش تماش ما يربح فمتي أصل تجاري فك الأصل التجاري متاع عبو اللي هو خدم كيف ما كان اخونا فتح يحكي على اللي هو الأصل التجاري متاع الفسيد اليوم حتى ملف مكفحة الفسيد اللي لطالما تشدق به طيار يعني انتهى سياسيا باعتبار أن لم يكونوا أوفيان المقولات السياسية متاعهم ما خاصة وأن حتى عبو من كان في خصم ويعارض النهضة واستقاعل ومبعد بطل ولا خذاب اسكليت أخرى أنا نقول اللي كفاءة لعبا من هذه الزاوية برا عمل السياسة وكون الهيكل متاعك حاول قدم مقولات تمس الناس يعني مش يعني لعب على ملفات تحقيقية وإحنا عب ويعرف اش معناها التحقيق إذا فتح التحقيق يزبنا نحترم التحقيقات وخلي ترجع هيبة الدولة وتطبيق سيادة القانون ممارسة العمل السياسي يلزمها قواعد وضوابط ميمكنش اليوم طيار ميمكنش اليوم تعبي الشارع يعني ويعني تستقد بالناس من خلال يعني مقولات يعني أكل عليه نهي وضافة الفقولات وغزل يشوف موقف شوية سيس روحك ورايك سيس روحك ورايك ونحترم ولكن أنا هنا لما نش ندفع الطيار خاطر ما تعنيني أنا جورناليست أما بش نرجع معك شوية الإشكال كونه ربط الطيار بعبه هذي إشكال كبير التو الوحلة فيه الناس حابة تتجاوز تتجاوز نبيل الحاج يجيب مرحلة جديدة غازي شوية كان مرحلة نبيل الحاج مرحلة أخرى وقلت لك كونه الأحزاب في تونس ومناء العمين يسبقوا عليها واحد شخصنا شخصنا مش شخصنا شخصنا الشخص لا تحكي لأنتي حاجوك أنتي تحكي لأمين العام يعطي يطبخ ريتا هواه يطبع يطبع يعمل أثر على الحزب وعلى تفكر الحزب كفرد وعليش لهم اللي هو الجيشنية هو هزي ردها الشخصنا معنا على الساس إنه ولي كوبيكو لي على الفرد هذي في العلوم السياسية شخصنا كذل يقوم حزب سياسي على شخص وفشل الأحزاب اللي هي تتبنى ماتنا أنا شو قلت ولا قلت رايب نحن الأمين العامين قدرة يسبقوا شوية على الحزب فتحي بشي قادرنا تلاثين تانية تعليق على كلام حازم إيش تعمل معارضة تندثر حقها تكون موجودة بلاد ما عنداش معارضة بلاد مريضة بلاد ما عنداش معارضة بلاد ديكتاتورية سمحني إذا كان أنا نفرح عارش قدت قبيلة نفرح كنقل معارضة تنشط حتى وكان تنشط في في ظروف معناها صعبة وتنشط وعندها موقفين ولكنها موجودة أنا موجود رأوا ما كانش الصورة متاعنا الصورة سيئة جدا حتى داخليا مش باهية مش باهية بالكل معناها سمحني إيش كون مش يوصل الصوت ملاحظة فقط وأنه عشرين ثانية عشرين ثانية حازم حر في في تعليقه في في التبنيه لمواقفه ولكن في كل ما قال هم يتكلموا هوقوا يتكلموا دي ذن فما حريات مش يتكلموا فما ده حتى أدنى عاد إذا كانت حتى الكلام لا معناها وانتهينا عاد ولكن اللي نحبوه أحنا وأنه تكون حريات فعلا حقيقة موجودة وهذا ما نتمناه لبلادنا اليوم وصورة بلادنا اليوم سعفيني نبدأ ونحكي نرجو نحكي وكلمتين على نهضة وعلى أفق تونس الأخبار الميتي ولنفوت رفيك وبعدها السبور قدوا معنا متين أمتعنا حتى للتسعة على إيفين إيفم ستناف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة